اشتركوا في القناة في المنصورة بمنع فلول الحزب الوطني من الترش عن انتخابات مجلسي الشعب والشورى ده تفاصيل خبرة تكون مهمة جدا بالنسبة لنا طبعا لانه ده خبر مهم المصر يوم الصفحة الاولى اهلي دميات يحرقون محطة ميات وغذي مصنع اجريوم ويرفضون قرات شرف ومعانا خبر برضو مهم برضو جدا وهو الخاص بالاحداث القابلية والتوترات اللي حصلت في بعض المحافظات بخاصة في الصعيد وانه مجلس الوزراء بيبحث كالعادة متأخر في احتواء هذه الاوضاع الامنية المتوترة الاهرام الصفحة الاولى ادراب متوقع في الدلتة لحلج الاقتان واقتحام منتظر لطنطل الكتان وفي معانا برضو للمصر اليوم خبر عن تكدس عشر تلاف متخلفي عمر شعبان ورمضان في مواني المملكة العربية السعودية جالت الاهرام الصفحة الاولى واشنطن تتراجع ضرب ايران غير مفيد والعقوبات افضل وكذا اخر خبر معانا هيكون اللي هو عن الموازنة العام الماضي اللي بتقول انه حجم الانفاق بلغ ربعمية واثنين مليار جنيه وده اعتقد رقم كبير جدا هننقشه في التفاصيل نبدأ على طول الاهرام الصفحة الاولى خلافات قبل الاجتماع الوزاري العربي بالقاهرة اليوم تفاصيل خبركم يعني النهاردة يعني مسألة الازمة او المسألة السورية زي ما نسميها انه اصبحت انه في عجز من الجامعة الدول العربية والكل شاهد على ذلك في مواجهة هذه الازمة ويفانتم بسه في حد لسه بيساند نظام بشار بالتأكيد طبعا بعد كل ده عندنا بعض الدول طبعا وانا اعتقد انه حتى انه بعض الدول الكبرى لها مصالح في استمرار هذا النظام واستمرار هذه الاوضاع كما هي عليه لانه اعتقد المسألة في سوريا لو حصل اي سقوط للنظام لو سقط النظام اعتقد ان المسألة ممكن بتجر كثيرا من الازمات على انظمة كثيرة ومنها اسرائيل نفسها فبالتالي هناك بعض الوقت المتحدة الامريكية موقفها من هذه الازمة ليس كموقفها من مثلا لليبيا او من العراق فبالتالي يعني هناك يعني بعض الشكوك في مواقف بعض الدول جمع الدول العربية للأسف اللي هي كانت تتخذت اقصى موقف لها من الازمة في ليبيا او من الثورة في ليبيا ان هي طلبت بفرض لحظر طهران الجوي واتخاذ قرارات شديدة جدا ضد النظام العقيد القذافي السابق تقف امام او ازاء الازمة السورية عجزة تماما حتى عندما تم ارسال الوفد الجامعة العربية لسوريا سوريا حتى الان لم تلتزم بخطوات العملية اللي تم الاتفاق عليها من وقف اطلاق النار من وقف الالة التي تجزر التي تحصد الارواح في سوريا الان وخاصة مدينة حمص فهناك اعتقد انه حتى هذا الاجتماع اليوم ليس هناك يعني تعاويل كبير عليه انه ينجح في انه ياخد موقف من النظام السوري لانه هناك بعض الدول زي الجزائر او لبنان او اليمن ضد اتخاذ اي موقف متصاعد ضد النظام السوري انا اعتقد يجب ان يكون هناك موقف حاسم لانه هذا اعتقد ان موقف يعني موقف انساني موقف تاريخي يضع كل امام مسئلته امام شعب يتعرض فعلا لاقصى انواع العقوبات اقصى انواع الظلم والحصد الارواح الى الدرجة انه مدينة حمص الان هي اصبحت مدينة منكوبة بالفعل مدينة اشباع بعد انه بعد انه النظام السوري بقالياته العسكرية حصد مئات بل الارواح في هذه المدينة فانا اعتقد انه احنا امام شعب يعاني امام شعب بالفعل يستغيث يصرخ واستغيث به الدول العربية واللي هي بتمثله الرمز فيها وجمع الدول العربية نتخذ موقف قد يكون هذا الموقف العلاف بكل بطالب الشعب السوري ولكن على الاقل موقف رافض بهذه الممارسات التعسفية ضد الشعب السوري الذي يتعرض الفعلا لحرب ابادة بالفعل من هذا النظام حاجة تكسف والله يا فنم السوري يعني بفعل جامعة الدول العربية اه حاجة تكسف نروح لجريدة المصر يقوم بامر القضاء فلول الوطني خارج الانتخاباته يمكن زي ما حديك قلت الخبر ده متصدر معظم الصحف النهاردة اه وخليني عايز نعرف تفاصيل الخبر بالزبط يعني هو اعتقد انه الحكم قد يكون حكم مفاجئ ولكنه بالفعل حكم عظيم حكم يعتبر حكم تاريخي لانه بسبب التأخير هو طلب كان مشوط بالتأكيد طبعا بطلب لانه كان هناك تباطئ في اصدار قانون الغدر او ما يسمى بعد ذلك بتعديله قانون الافساد الحياة السياسية والعزل السياسي اعتقد انه جاء هذا الحكم التاريخ من محكمة القضاء الاداري في المنصورة بالفعل ليضع القانون الافساد الحياة السياسية موضع التنفيذ لانه هذا حكم ملزم يعني اي نعم ان احنا في انتظار الان انه الخطوة التالية اللي هي محكمة القضاء المحكمة الادارية الاولية انه هي لانه طبعا بالتأكيد ممكن يحصل طعن على هذا القرار فبالتالي انه محكمة الادارية الاولية لو يعني ايدت هذا الحكم اعتقد انه هيكون حكم نافذ وملزم للحكومة وللمجلس العسكري بتنفيذ فبالتالي اعتقد انه هيعتبر هذا انه هذا الحكم انه بيحللها من الحرج اللي هي يعني متبطئة فيه او مش عاوزة تصدر فيه اللي هو قانون الافساد الحياة السياسية الذي يطبق على طب ان تفتكر حضريك انه وذا يطبق في المنصورة ممكن يطبق على جميع انحاء جمهورية مصر العربية بالتأكيد لانه احكام القضائية هي احكام ملزمة احكام عامة بتعتبر قرينة قضائية اذا انا رفعت قضية تاني في باقي انحاء الجمهورية فاعتبر حكم محكمة القضاء الادارية المنصورة قرينة قضائية في انتظار الخطوة الاكبر لمحكمة الادارية لولا لكن اعتقد انه حتى في حيثيات الحكم وفي منطوق الحكم للمحكمة القضاء الادارية كان بفعل يعني منطوق يجب انه توقف امامه كثيرا لانه عندما صدر قرار بحل الحزب الوطني المحكمة قلت ان الحزب الوطني مش مجرد ابنية فقط او اموال او ايدلات بتقول للدولة ولكن كانت له ادوات من ابرز هذه الادوات هم اعضاؤه وخاصة الرموز اللي كانوا فيه اللي هما افسدوا الحياة السياسية والحياة الاقتصادية والحياة العامة بشكل عام في مصر خلينا نعرف كمان تفاصيل اكتر عن الخبر هل هتم عزلهم سياسيا لمدة خمس سنين تلات سنين ولا هتم عزلهم سياسيا تماما عن الحياة السياسية لا يعني هو حتى الان خلينا امام حكم المحكمة يعني هو حكم المحكمة بيقول بمنع ترشحهم في الانتخابات مجلسات الشعب والشورى السنادي فانعتقد هو لو تم منعه السنادي فانعتقد لمدة اربع سنين قادمة ثم بعد ذلك يعني نشوف هل يدي فرصة لمسألة صدور قوانين شبيهة بقوانين الفساد السياسي او قانون الغادر او العزل السياسي كيفما شاء ان تسميه الحكومة او المجلس العسكري لكن اعتقد ان هذا الحكم يجب زي اللجنة العين الانتخابات ما قالت ان احنا هنلتزم به اذا تم تأييده او لما تم الطعن عليه فاعتقد ان ده ان القضاء هنا اعتقد خاد المبادرة وخاد الصبق في مسألة تطبيق العزل السياسي قضائيا بصدور هذا الحكم ده نور الجرية المصري يوم الصفحة الاولى واهالي دميات يحرقون محطة مياه تغزي مصنع اجريوم ويرفضون قرارات صرف هي على فكرة بالنسبة لمشكلة مصنع اجريوم ده اعتقده تابعة شركة كندية هي مشكلة يعني قديمة مش مشكلة جديدة لانه المصنع ده لما اتبنى فيه دميات افراس البر تحديدا يعني انا اعتقد انه اثار ازمة كبيرة جدا لانه تم للتوجيه التهام له انه مضر البيئة مضر بالصحة العامة انه هناك مواد اشعية فيه الى اخره فانا اعتقد انه التهاني بتتجدد نفس الحكاية لانه كان الدكتور شرف انه امر باجراء توسعات في بعض المصنع التابعة للاجريوم فده اعتقد انه اثار تاني حفيزة الاهالي كانوا معترضين من البداية على وجود المصنع دي مسألة بقالها اكثر من سنتين من سنتين مسألة المصنع ده في عهد الدكتور احمد حتى نظيف رئيس وزراء الاسبق في مسألة المصنع وكان كلام انه تم ايقاف هذا المصنع او تمها يتم التخلص منه او ايجاد بدائل الاخرى لكن من مسألة تاني بتتكرر بتعاد انتاجها مرة تانية في دميات وانا اعتقد انه يجب الحكومة لا تدخل وكونها وضوحش فيه يعني احنا شايفين ازمات كثيرة ان الحكومة دائما قررتها ما بتكونش واضحة او شفافة انها بتدخلش في الوقت المناسب او على اقل قبل ما تنشئ الازمة لانها عارفة بالتأكيد يعني انه الازمة لا بتتصاعد الا بعد استغاسات وبعد مناشدات وبعد رسائل وبعد يعني بعد كلام كتير يعني الحكومة دائما تمتظر لحين اشتعال الازمة او وصولها للدرجة القصوة فيها ثم بعد ذلك تتدخل فانا يعني اتمنى على الحكومة في الفطرة الباقية لها انها بالفعل يعني تكون عند مسئوليتها مسئوليتها الوطنية في التدخل لحل اي ازمات وفك اي تطورات تحصل زي ما حصل في الاوضاع الامنية اللي احنا هنشوفها بعدين نور جريز الاهرام والصفحة الاولى مجلس الوزراء يبحث احتواء الاوضاع الامنية بالمحافظات طبعا يعني يعني الواحد يعني لا اقوم كثيرا بنظرية الامرة ولكن اللي بيحصل بالفعل في مصر خلال الفترات اللي فاتت يعني الفترات القصيرة جدا اللي فاتت ان اعنا بنطلع من ازمة ندخل في ازمة ثانية يعني يعني اعتقد انه مسألة المسبيره والتقرير اللي طلع وان هناك دائما ان الطرف التالت اللي اشار اليه تقرير مسبيره دائما ده حيحلنا دائما الايدي الخفية والقلة المندسة والمطبولين اللي هو تنظيم متوسيكلات زيه بسموه تنظيم متوسيكلات يعني تنظيم متوسيكلات ده يبدو انه بيتحرك في اه كل الاتجاه هم خافيين هم خاف اه هم هم بيظهروش انا 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 مش حاسة ان هم اه انا ضد حكاة انه ما بيظهروش انا اعتقد بسدق يا فندم اصي يعني مش عارفين ازاي نقود على الناس اطرف قضايا كتيرة جدا ده سؤال منطقة وسؤال جميل جدا يعني ايو 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 سؤال هو تساؤل مش مش سؤال يعني هو تساؤل استنكاري كمان سؤال استنكاري ازاي اللي احنا مش قادرين اه نقبض على دول وهل مين اللي بيحركهم سواء جوة تورا او برا تورا يعني معقول ان انا تقريب او انا اه مين اللي بيحركهم او مش مين بيحرك بس ايو الفاكر نفسها انه في دلوقتي ناس متهمة يعني لازم اه يعني نركز كل قوتنا او كل طاقتنا ان احنا هندور على الناس اللي بتصير الشغب زيه مش ندور على الناس تانية بالتأكيد يعني بس على اقل ان انت بنشوف مين اللي بيحرك هذا يعني لا تقنعين انه ازم مثلا زي بتاعت بلطي مثلا انه بتاعت سواء توك توك او سواء مكرباس تتحول لخناءة قبلية او عصبية او بين او بين بلدين ويوع فيها قتلها وجرحها بهذا العدد يعني مش معقول يعني هناك من يغزي هذه الصراعات من يشعل الفتيل انا بسمهم مشعله الحرائق مصرحية قديمة يعني اعتقد انه فعلا فيه هناك مشعله الحرائق من تنظيم الموتوسيكلات او الطرف الثالث اللي اشار اشار لتقرير المزبير ونجد تقصي الحرائق المستقلة بتاع مزبيره انا اعتقد انه علينا انه سهل على نطف هذه الحرائق كل مسئول مش الحكومة بس اعتقد ان الحكومة اللي حاولها له القوة اعتقد كل الاطراف مسئولة القوة الوطنية القوة السياسية الشخصيات العامة الرموز الدينية الموجودة في المنطقة لانه حتى بالذات المسألة الخاصة في الصعيد في انا او لوسور يعني مسألة بالفعل هترتب عليها ثارات كثيرة فنفترض ان احنا الان ان احنا نهد الامور ثم تحدث جلسات عرفية لاصلاح ذات البين وانه دي مسئولية كل القوة الاجتماعية والقوة السياسية والرموز الدينية في المنطقة لنزع فتيل الازمة اللي احنا مش عايزين تتحول الى لغم او قنبلة موقوطة قابلة للانفجار بعد ذلك اشتركوا في القناة